اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود بالجوزاء في منزلة الهنعة وهيال المحبة والخير والقبول وحكينا ان القمر لما بكون موجود بالجوزاء بهاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة وقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية رح تكون هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 226 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي برضو زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 46 دقيقة صباحا بتتأجج العاطفة اتجاه الجنس الاخر بالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وبدعهم اما بالنسبة لاخر زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر ونيبتون رح تكون في تمام الساعة 9 و14 دقيقة مساء بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة او بخلال هاي الزاوية بصير خلو المسار فعشان هيك منقول انه خلو المسار بيبدأ ساعة 9 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية اليوم الثاني اللي هو لغاية يوم 18 سبعة رح يستمر لغاية الساعة 22 و23 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر موجود بالجوزاء عمر القمر القمر انحسار الهلال 26 يوم رح يكمل في تمام يعني عند منتصف الليل نسبة الاضاءة 15% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان لغاية يوم 22 سبعة المزاج منتحس القمر في الجوزاء حتى يوم 18 سبعة المزاج مائل للنحوسة ولكن نقول ممتزج عطارد في السرطان حتى يوم 5 ثمانية مزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي حتى يوم 29 تسعة وبعدين طبعا هو بيتراجع مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 11 مزاجه ممتزج بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا على المستوى النفسي اليوم الجو عندك أحسن مشحونين بطاقة كبيرة وعندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاختلاط بالمجتمع واضحة تماما إلا أن المريخ بيجعل بعض الأشخاص عندهم نوع من أنواع الاندفاع أو التوهور أو العصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها روتينية على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية أو مشتريات أو ترتيبات أو اهتمام ببعض المسائل المالية اللي ممكن تكون لصالحكم خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تقللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فبتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر والاتصالات أهم شيء أنك تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك ولكن تجنب الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال أهم شيء أنك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق تتميز بالفاعلية والديناماكية وممكن تسمع جواب بعجبك أهم شيء أنك تبالغ ما تبالغ بمصرفاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا متقلب لأنه هسا عنا الشمس بتعمل زوايا سلبية وهي منتحسة وعطارة صار إيجابي فعشان هيك اثنين موجودات في البيت الرابع اللي هو بيت البيت فهذا بعطيك إيجابية وهذا بعطيك سلبية يعني واحد بعطيك إشي واحد بعطيك إشي ولكن كلها بتتركز على محور البيت أهم شيء أنه يعني فيه أشياء بتلفت نظرك كثير خلال اليوم على مستوى البيت ممكن تحتد أو تعصب في نقاش معين يعني ما ظل هو كم يوم يعني ثلاث أيام وبعدين الأجواء بتصير إيجابية قوية بل لكن أنه يعني بدك تتحمل الفترة هاي من الضغوطات والمشاكل وحل بعض الأمور ممكن تحس شوي بالارتخاء ببعض الأوقات أو التعب أو الارهاق أو الملل من أشياء معينة أو ممكن تسبب لك بعض الأشياء النفسية زي توعكات نفسية أو عدم الراحة أو عدم الشعور بالأمان أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي فممكن اليوم تعزز علاقاتك أو عاطفتك مع بعض الأحبة وخصوصا مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو بالعاطفي ممكن تنشط في مجالات إلها علاقة بخروجة أو تغيير الجو أو اندماج مع المجتمع بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ما زال فيها نوع من أنواع الضغط يعني بسبب لك نوع من أنواع مش ضغط كثير يعني ولكن أنه بتجيب لك بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالعمل فممكن أنه يتراكم عليك بعض الأعمال حاول أنك تنجزها وما تخليها تتراكم حتى لو عملت ساعات إضافية بالمقابل بدك تنتبه لصحتك لأنه قلنا بما أنه البيت الرابع شوي في ضغط على الحالة النفسية فستة السادس بعطيك نوع من أنواع التواهم أو شعور بالتعب من بعض الأشياء أو ممكن أشياء مرضية إلها علاقة إما بالرأس أو بالمثانا والجهاز التناسل كالتهابات وأشياء من هذا النوع أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية على مستوى بيت الشراكي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما بينكم وبين شركائكم في أوقات معينة اللي في ساعات العصر ممكن يصير اندماج أو تتفقوا على مسألة أو تترافقوا في مسألة معينة هاي بتنفع طبعا لشركاء المال أولى الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء يعني بتعمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأموال المشتركة أو الاهتمام بالمسائل المالية أو أوراق أو معاملات قانونية أو أشياء بتحاول أنك أنت تنجزه خلال هذا اليوم ممكن تواجه صعوبة في بعض الأوقات لإنجاز بعض المعاملات ولكن إجمالا أنه عندك القدرة على إنجازها أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة بتقارب ما بينك وبين أشخاص من خارج البلاد أو بتزيد من اتصالاتك وحواراتك والتواصل مع المجتمع ممكن تنشط ببعض المسائل العلمية أو البحثية أو النقاشية أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة إما بالسياسي أو الفلسفي أو الدين أو حتى بأمور إلها علاقة بثقافات أو علوم أخرى أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الأجواء على مستوى بيت السمعة في الأيام هاي شوي فيها نوع من أنواع الضغط فحاول أنك أنت ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تتأخر عن دوامك ما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء جيد يعني بيحمل لك بعض اللقاءات أو التقارب ما بينك وبين الأصدقاء ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة أنت تزور أصدقاء أو هم اللي يزوروك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه الوسواس هو اللي بيشتغل أكثر إشي على أمور إلها علاقة بالعمل أو أمور إلها علاقة بالوضع الصحي أو على أحد الأحبة حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تجازف بالفترة هاي وبرضو انتبه لراحتك من وقت لآخر برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء أحسن اليوم صحيح أنها بتحمل بعض التقلبات على مستوى المزاج ولكن إجمالا أنت مشحون بطاقة إيجابية وعندك قدرة على إنجاز كثير من المهام وعندك سرعة بديهة وبرضو رغبة بالانطلاق بأكثر من اتجاه أو بأكثر من عمل مع بعض أما بالنسبة للبيت الثاني فالقمر طبعا موجود في البيت الثاني وبرضو عندك الزهرة في البيت الثاني يعني الأجواء تقريبا جيدة تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهمش أنك تتجنبوا النفقات بتهتم لوضاعك المالية وبتخذ تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك مع تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي أهمش أنك تتريث حتى تتوضح الأمور لا تبالغ بمصروفك احذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه متقلب على مستوى أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات فأوقات بتلاقيها إيجابية أوقات بتلاقيها سلبية على حسب تأثيرات الشمس وعطارد الشمس منتحسة وعطارد إيجابية فعشان هيك يكون ممتزج الوضع عندك أنت أو متقلب يعني عطارد بعطيك أشياء إيجابية قوية على مستوى قدرتك على الحوارة والاتصال والإقناع والتنقلات والرغبة بالتواصل بعطيك إيها بقوة ولكن في لحظات الشمس بتعطيك نوع من أنواع العصبية والحدية أو فرض الرأي في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت البيت فهي يعني بتجمع ما بينك وبين أفراد العائلة أو تعمل تلاقي على مسألة معينة أو حل مشكلة كانت صعب إنها تنحل بالفترة الماضية إلها علاقة بالبيت أو أفراد العائلة مثلا أو أمور إلها علاقة بالعقارات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي اليوم حادي فيعني بتسبب لك تقلب المزاج أو تحسس أو ردات فعل سلبية ما بينك وبين أحد الأحبة إما ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أو ما بينك وبين أحد الوالدين أهمش إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية كبيرة خلال هذا اليوم وحاول إنك ما تدخل بهاي الخلافات مهما كانت الظروف أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك بقوة اليوم على مستوى العمل فممكن تنجز كثير من أعمالك وممكن تهتم ببعض المسائل اللي كانت صعبة إنك تحلها بالفترة الماضية اللي بتتعلق إما بشؤون إدارية أو ملفات أو أوراق أو طريق التعامل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل برضو بالنسبة للوضع الصحي إجمالا اليوم إيجابي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى الشراكة المالية والعاطفية اليوم فيها نوع من أنواع التقلب بالمزاج فممكن إنه يتقلب مزاجك من وقت لآخر ممكن شوي تسبب لك بعض الظروف الضاغطة أو بعض الخلافات أو مثلا هيك مخالفة بالرأي ما بينك وبين شريك المال أو العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحمل لك بعض الأشياء الإيجابية اللي إلها علاقة ببعض الأمور البنكية أو أمور إلها علاقة ببعض المسائل علاقة في أمور إلها مثلا في أمور مالية أوراق نقدية معاملات قانونية أشياء إلها علاقة بمصرف مثلا أو قضية معينة بتطلب منك ترتيب أوراق معينة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة اليوم على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل أو النقاشات أو الحوارات أو حتى الدراسة بتلاقي في نوع من أنواع الصعوبة ما عندك رغبة برضو شوي المزاج بكون متقلب في بعض المسائل خلال هذا اليوم أهم شيء إذا كان عندك مسألة قانونية حاول أنك ترتب أوراقها بشكل جيد وإذا كان عندك مراجعات أو اهتمامات بأمور إلها علاقة بالهجرة أو بالسفر أو أوراق إقامة أو أشياء من هذا القبيل حاول أنك تهتم فيها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى بيت السمعة فبتقدر تدافع عن سمعتك بشراسي خلال هذا اليوم بتعزز من مكانتك برضو من إنجاز أعمالك وقدرتك على إنجاز بعض الأعمال الصعبة ممكن يصير لك نوع من أنواع التواصل أو التفاهم ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل وممكن تنجز عمل مشترك بشكل جيد ويكون لصالحك أنت والأشخاص اللي بيعملوا معك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا روتينية هي بتتعامل مع أصدقائك أو طريقة التعامل ما بينك وبين أصدقائك اليوم بتكون روتينية يعني على حسب طبيعتك كتواصل أو اتصال أو لقاء أو حتى مجاملات اجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء بتعطيك طاقة كبيرة للإندفاع فعشان هيك أهم شيء أنك ما تتسرع بإنجاز أعمالك بدك تركز وتراجع بشكل جيد على أساس أنه ما يصير فيه أخطاء وبرضه في المقابل ما تخلي الأعمال تتراكم عندك حاول أنك تنجزها حاول برضه تهتم ببعض الشؤون الصحية ولكن مش هالإشي القوي يعني النسبة قليلة من موليد برج الثور اللي ممكن يعانوا من بعض المسائل الصحية خلال هذا اليوم ولكن ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج الجوزاء طبعا بما أن القمر موجود عندكم لليوم الثاني معناته أن الفترة هاي أنتوا قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات أهمش أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعة استعادة الموقع وإنجاز الكثير أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور ضاغطة على بعض المسائل المالية يعني بتتسبب لك نوع من أنواع الإرباك في أشياء بعد مرات ممكن تظهر بعض الأفكار اللي بتساعدك لتجاوز هاي الصعاب أو لو إيجاد حل الأمور المالية خلال الفترة هاي ولكن الضغط بالمصاريف والالتزامات عالي جدا فعشان هيك انتبه من مصاريفك والالتزاماتك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم تقريبا إيجابية وبتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديها عالية جدا للإقناع ولا المناقشة ولا الحوار برضو ممكن تنشط بأكثر من اتصال أو تنقل ما بين المدن أو من مكان لآخر فاليوم من كثر التعب أو من كثر الشغل ممكن ما تهدأ وتيرتك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء صارت إيجابية يعني مشحونة بطاقة جيدة بتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تهتم ببعض المسائل العائلية خلال هذا اليوم أو تحاول تتقارب ما بينك وبين العائلة لحل مسألة معينة ممكن يكون فيه نقاش أو حدية ولكن الأجواء إجمالا أنت بتحولها لأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي يعني فيها نوع من أنواع التحسس أو بتتحسس من موقف أو ردة فعل أو من أسلوب يعني ممكن أنه ينتج عن أحد الأحبة هيك يستفزك أو تعتب عليه لأنه يعني ممكن أنه يذيك أو يجرحك في بعض الأمور ولكن إجمالا الأجواء إيجابية بتشجع على التقارب وعلى التلاقي ما بينك وبين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتينية يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني بتتعامل على مستوى عملك بشكل روتيني بتعمل الواجبات المطلوبة منك في منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية اللي بتتعلق إما بالرقابة أو رقابة نفسه أو حرمان نفسه من بعض الأكلات أو بعض الأشياء لأنه ممكن أنها بتضره أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط فهي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو التقلب بالمزاج أو الحدية بالطباع أو سوء تفاهم حاول ما تدخل بنقاشات عنيفة ما بينك وبين الشريك أو ما بين الأزواج تحديدا وشوي إذا كان عندك بعض المسائل القانونية حاول أنك في اليوم هاد يعني تحطها على جند ما تخلي إلك ردات فعل سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور البنكية أو الأمور المالية المشتركة اليوم بتكون ضغطة ففي بعض الاهتمامات لبعض المسائل المالية أو ترتيبات مالية ممكن أنه يعني زي تعويضات أو أمور إلها علاقة بالغرامات أو أمور إلها علاقة بالرواتب ممكن تظهر خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض المسائل القانونية أو الأوراق اللي إلها علاقة بالأوراق الثبوتية أهم شيئا أنك تحافظ على أموالك من الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تنشط ببعض المعلومات أو تدرس موضوع معين أو توق الدورة معينة أو مثلا يصعب عليك موضوع بتطلب بحث أو استشارة لإشيء العلاقة إما بالدراسة أو بالتصنيع أو بأشياء العلاقة بأجهزة الحركة أو الاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت العاشر في الأجواء اليوم برضو على مستوى بيت السمعة جيدة فممكن تعزز بعض النقاط القوية أو تنجز بعض الأعمال أهم شيئا أنك ما تشك بزملائك وما تشك بالأشخاص اللي حواليك انجز المطلوب منك داوم بوقتك اعمل الواجب وبعدين نفس الإشي يخلي فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون المشترك ما بينك وبين زملائك وما تغامر وما تجازف وما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها يعني روتينية تعاملك مع أصدقائك بشكل روتيني خلال هذا اليوم ما فيها الرغبة الكبيرة منك تتصل مع أصدقائك كلهم فممكن التواصل يكون محصور على بعض الأصدقاء أو تعاملك معهم أو يعني اتصالاتك مجاملات اجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال أو على أعمالك ما تتخليها تتراكم وفي نفس اللحظة يعني الوضع الصحي عندك إجمالا في نوع من أنواع الإيجابية بدعمك في بعض المسائل ولكن ممكن تشعر بالإرهاق أو الاهتمام بصحة أحد الأحبة طبعا معروف أن القمر موجود في بيت المتاعب في الجوزاء فعشان يكلفترة هاي شوي المزاج بيكون متقلب عندكم في عندكم نوع من أنواع الإحباطات أو الملل أو الزهق أو أشياء لها علاقة بردات الفعل السلبية أو العصبية أو بتشعر بنوع هيك نطاقتك ضعيفة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه شوي يعني ممكن إنها تتعزز في بعض المسائل المالية أو تنشط في بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم يعني شوي الأجواء بتصير فيها نوع من أنواع الإيجابية أو حل بعض المسائل المالية خلال الفترة هاي أو بتنشط باسترداد بعض الأموال اللي إلكم ممكن بعضكو يحصل أو يحصل على دعم معين أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط خلال هذا اليوم فشوي عصبي أو عندك حدية بالطباع عندك تسرع في بعض المواقف أهم إش إنك ما تحتد وما تعصب خلال هذا اليوم امسك أعصابك قدر الإمكان ممكن اليوم تنشط في كثير من الحركات ولكن التسرع بكون غالب عليك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت أحسن من الأيام الماضية يعني بلشت الأجواء تتحسن على مستوى البيت أو صار فيه نوع من أنواع الترتيب أو الإدارة الجيدة لإدارة شؤون المنزلية ممكن يكون في بعض الأعمال الروتينية مثل ترتيب أو تصليح أو اهتمامات بمشتريات منزلية ولكن جمالا كلها أنت بتقدر تسيطر عليها ولكن هي النقاشات العائلية اللي شوي بدك تكون حذر منها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت تضغط شوي على المستوى العاطفي فعشان هيك بتسبب نوع من أنواع الإرباك أو التوتر أو التحسس من تصرف الحبيب أو أحد الأحبة خلال الفترة هاي لو الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أهم إشي أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس أنه أنت تقدر تتجاوز الضغوطات هاي بكل سهولة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني تقريبا على المستوى الصحي جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية ولكن بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء أحسن وبمطمئنة أكثر على مستوى أمور الشراكة الشراكة المالية والعاطفية وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك في كثير من المسائل ولكن إذا كانت طباعكم أنت والشريك غير منسجمين فهاي الفترة بتحمل تقلب عالي جدا بالمزاج وممكن تصل لمرحلة يعني فيها نوع من أنواع الحدية أو تصل لمرحلة انتهاء علاقة إذا ما انتبهتو أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تحملك بعض الفرص المالية أو إنجاز بعض المعاملات الضرورية أو الاهتمام بإنجاز بعض الملفات أو دراستها أو مراجعتها اللي لها علاقة بالأموال فممكن يكون لك مراجعة لبنك أو لضريبة أو لتأميم أو اهتمام ببعض الحسابات وجدولتها وترتيبها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا ضاغطة فاليوم يا أما بتسمع خبر من خارج البلاد مزعج أو اتصال مع شخص ممكن شوي هيك يكون فيه نوع من أنواع سمات البدن أو تنزعج من مسألة معينة أو تنفعل أهم شيء أنك تدير بالك باتصالاتك ونقاشاتك وحواراتك بالفترة هاي مسألة البيت التاسع ضاغطة بالفترة هاي وخصوصا على أمور العلاقة بالدراسة أو البحث أو الحوار أو النقاش أو حتى ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت السمعة بتدعم من علاقاتك وفي نفس اللحظة بتعزز بعض النقاط القوية اللي إلها علاقة إما بالعمل أو إلها علاقة بزملاء العمل أو العمل المشترك ما بينك وبين زملائك وبين رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد وبيدعمك على مستوى العلاقات والمعارف وبعض الأصدقاء فممكن تنشط ببعض الأشياء الإيجابية اللي تساعدك وبرضو بتعزز بعض الأشياء اللي بتكون لصالحك أثناء تعاملك مع بعض الأصدقاء ممكن عمل مشترك أو استشارة معينة أو واسطة بتدعمك في مسألة معينة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة بالفترة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا القمر موجود فيه فعشان هيك التعب بالفترة هاي بيكون بنال منكم أهمش أنك يعني بالفترة هاي تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم بشير القمر دائما في مكانه هذا للركود والتأخير في سير الأمور أهمش أنك تحاذر من التراجع الصحي والمعنوي حاول أنك تستريح بعيد عن الأضواء وما تختلق أعذار للهرب من المسئوليات والمهمات طبعا اليوم النفسي أحسن مشحون بطاقة إيجابية عالية حاول أنك أنت تستغل اليوم بإنجاز كثير من المهام قبل ما يصل القمر للسرطان لبيت المتاعب فاليوم من الأيام اللي لازم تستغلها بشكل إيجابي للاهتمام بكل شؤونك طبعا اليوم أنت مشحون بطاقة وعندك قدرة على إنجاز كثير من المهام والأعمال أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي اليوم فيها نوع من أنواع الضغط إما مطالبات مالية أو التزامات مالية أو جدولة أو ديون أو مشتريات بتكون شوي يعني مصاريفها كثيرة حاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا معني بتكون روتينية خلال هذا اليوم ما فيها الشيء الإيجابي أو السلبي اتصالاتك كما هي أو كما أنت معتاد بتتواصل مع الأصدقاء أو المعارف أو الأشخاص أو بتسوق لشيء على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة يعني صار فيه نوع من أنواع الإيجابية بتنحل كثير من المشاكل أو بيصير فيه نوع من أنواع التواصل العائلي أو الإطمئنان العائلي بشكل جيد بيكون لك طبعا بعض الاهتمامات البيتية زي مشتريات أو إلو علاقة بأثات أو إلو علاقة بديكور أو ترتبات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء بلشت ترتفع شوي درجة هيك فعشان هيك طريقة التواصل ما بينك وبين الأحبة أو علاقتك بالأحبة بتكون منسجمة بالفترة هاي في نوع من أنواع التوافق أو في نوع من أنواع الارتياح وخصوصا تعاملك مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء بتضغط على مستوى العمل ممكن تسبب لك بعض التوترات العصبية أو الحدية خلال الفترة هاي ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو يكون العمل مرهق بالفترة هاي بتطلب منك جهد كبير أهم إشي برضو أنك تراقب وضعك الصحي وما تستسلم لأي ضغطات ممكن اليوم أو بنصحك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى طريقة التعامل ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة يعني ما بينك وبين الأزواج في نوع من أنواع الإنسجام ما بينكم ولكن الأجواء تقريبا بتميل للروتينية أكثر فتعاملكم على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ممكن يعني يروح اهتمامك على مسائل إلها علاقة بالحسابات أو إلها علاقة بإدارة بعض الأمور المالية ممكن تظهر بعض الأخطاء أو يعني تنزعج من تقسيم معينة لسلسلة الديون أو جدولة الديون أو أشياء من المطالبات ممكن يعني هيك تشعر بنوع من أنواع التعطيل في إنجاز بعض المعاملات خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه ممكن يعني هيك تسبب لك نوع من أنواع الحدية أو الصعوبة بالتركيز في بعض المسائل اللي بتطلب منك أنك أنت يعني تستخدم أكثر من شغلي مع بعض وخصوصا في مجالات علمية أو نقاشات أو حوارات أو مراسلات أو اتصالاتك مع أشخاص خارج البلاد ممكن الفترة هاي يعني يكون في نوع من أنواع البعد أو تحس بالتقصير أو تحس بالضغط أو إنه ما عندك وقت لهاي الأمور طبعا هاي كلياتها بسبب الضغوط اللي موجودة على البيت التاسع من المريخ اللي بدأ يشكل بعض الزوايا فعشان هيك الحدية هاي أو الطبيعة هاي ممكن أنها تستمر معك كمان يومين بدك تصبر شوي والأمور بتصير إن شاء الله إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة فبتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى السمعة وعلى مستوى علاقاتك بزملائك ورؤسائك بالعمل أو العمل المشترك أما بالنسبة إلى بيتك 11 فاليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهمش إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات ممكن تستعيد حماستك وحيويتك بشكل قوي بتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء يعني متقلبة أول إشياء الشمس بعطيه سلبية لأنه ما زال موجود في بيت المتاعب عطارة بعطيه إيجابية فعشان يكفي لحظات بتلاقي عندك قدرة على الإنجاز لبعض الأعمال عندك اهتمامات عندك نشاط ولكن ممكن نحوزة الشمس تظهر لك بعض التعب أو الإرهاق أو الملل من بعض المسائل برضو بتحمل نوع من أنواع الاهتمام بصحة أحد الأحبة برج العدراء طبعا القمر بما أنه صار موجود في البيت العاشر بيت السمعة فعشان هيك البيت الأول بكون ضاغط عليك اليوم نفسيا شوي بتحس في نوع من أنواع التقلب بالمزاج عندك في نوع من أنواع الحدية برضو الرغبة الجامحة للانطلاق في مسائل ممكن يكون أغلبها أو جزء منها شوي يكون مخالف للقوانين أو مخالف للأعراف يعني عندك نوع من أنواع التهور حاول أنك تضبط حالك وما تندفع في هاي المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي تقريبا بتصير إيجابية خلال هذا اليوم فممكن تهتم ببعض المسائل المالية بشكل جيد وتدعمك الحضوض بإنجازها ممكن تهتم ببعض الترتيب للوضع المالي في منكور رح يحصل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهبات أو المستردات أو الدعم ولكن الأهم أنك ما تجازف بأموالك ولا بمصاريفك الكثيرة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات ولكن بغلب عليك العصبية في الطباع وردات الفعل السلبية طبعا سبب أنه الآن الشمس بلشت تتحرك باتجاه بيت المتاعب فعشان هيك بدك تكون حذر ركز ما توجه انتقادات وما تحتد وما تعصب بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت وهي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك بين أحد أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو حل بعض المسائل اللي كانت مربكة بالفترة الماضية وممكن تتراجع عن قرار سابق برضو الفترة هاي بتحمل لك نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين الأحبة بالفترة هاي فممكن يكون لك اهتمام مباشر بأحد الوالدين أو بأحد الأبناء أو بالحبيب أهم إشي أنك أنت تحتوي الأمور هاي وتعمل نوع من أنواع المشاعر الجيدة للتقارب مش بفتور وإنه الأمر واجب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو ضاغطة على مستوى العمل فما زال في نوع من أنواع الضغط أو التوتر تستصعب من بعض الأعمال أو مخك شغال في إنجاز بعض الأعمال اللي شوي منها صعبة أو في عندك بعض المشاكل على مستوى العمل أو مقابلات أو بحث عن عمل بالفترة هاي بتطلب منك جهد كثير وإثبات الذات الأهم برضو مراقبة الوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء وطريق التعاملك مع الشريك هي على طبيعتكم ما فيه لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم وفقط يعني بس بتكون بالواجب اللي عليك إذا كانت طبيعتكم جيدة أو فيه انسجام ما بينكم فالأجواء ممتازة ولكن إذا كان فيه خلافات معناة الأمور مولعة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع يعني الأشياء اللي ممكن تساعدك أو تساندك في بعض المسائل المالية أو ظهور بعض الأوراق أو المعاملات المالية ممكن تنشط بإنجاز بعض المهام اللي إلها علاقة بالأوراق وهي إما حسابات أو شكات أو كومبيولات أو أمور إلها علاقة ببنوك أو ضريب أو تأمين أو بعض المعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا تحذر من التقلب خلال هذا اليوم لظهور بعض المسائل المفاجئة اللي إلها علاقة إما بأشخاص خارج البلاد أو بشخص خارج البلاد أو بمؤسسة تعليمية أو بإشئة العلاقة بالاستيراد والتصدير أو شراء شيء من خارج البلاد وبرضو أثناء النقاشات والحوارات فممكن يتسجل عليك موقف معين حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان لأنه برضو اللي عندهم مشاكل قانونية ممكن اليوم تظهر بعض المسائل اللي تكون مخيبة للآمل أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود في البيت العاشر فعشان يك حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشاء لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا ولكن أسهل وأقل إرباك إذا أنت بتكون جاهز يعني بتكون هي أفضل إذا أنت كنت جاهز أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة بتدعمك وتعمل تقارب ما بينك وبين أصدقائك ممكن تحلوا مسألة معينة أو يصير في تعزيز العلاقة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء اليوم ومرافقتهم في أمر معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فعشانيك من قولك بدك تدير بالك الفترة هاي من أمور إلها علاقة بالعمل وأمور إلها علاقة بالصحة الأمرين هذولا شوي بدهم نوع من أنواع التركيز ممكن أن تظهر بعض المسائل اللي شوي تكون معقدة فحاول أنك أنت تحلها بعقلانية مش بعواطف برج الميزان طبعا القمر صار موجود في البيت التاسع فعشانيك الفترة هاي بكون فيها نوع من أنواع الإيجابية هذا برج حليف لا إلك بدعمك فنفسيتك أحسن ثقتك بالنفس عالية برضو كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتزيد أكثر فبكون عندك حيوية وبكون عندك نشاط وبرضو قدرة على إنجاز كثير من المشاكل أو المشاغل خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا ممكن تحمل بعض التقلبات على المستوى المالي أو قلق على مستوى المالي أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان ما تحاول أنك تبذر مصريفك وركز بالأمور المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الحوارات والاتصالات والنقاشات وطريقة التعامل فممكن تنشط كثير بالاتصالات خلال هذا اليوم وبرضو يكون لك بعض الاهتمامات بالتواصل مع أشخاص وممكن التسويق لأشي معين فيكون إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت وبتدعمك بقوة فبتعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وبرضو حل بعض الأشياء أو الاهتمامات المنزلية أو العقارية أو مشتريات إلها علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي اليوم بتصير أحسن فعاطفتك أقوى قدرتك على التواصل مع الأحباء أكثر ممتازة وبرضو فيه نوع من أنواع الإنسجام الجيد وخصوصا من ساعات الصباح أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل فوصحها شوي الأمور بنقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الروتين فعشان هيك يعني ممكن أنك تقوم ببعض الأعمال أو إنجاز بعض الأعمال بشكل روتيني وبرضو اهتمامك بالوضع الصحي أو بأمور صحية بتتعلق فيك أو بأحد الأحبة برضو بتكون بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت الشراكة فهاي بتساعد لإنجاز بعض الأمور أو المهام خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلهي علاقة بالشريك أو حوار معين أو اهتمام بصحته أو إنجاز بعض الأمور المهمة أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلهي علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية خلال الفترة هاي ممكن تهتم ببعض المسائل البنكية أو الأمور الأموال المشتركة زي أمر إله علاقة بضريبة أو تأمين أو حتى ميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني جاء داعم لإلاك اللي بيتقدم لإمتحان أو مقابلة بدو يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام إما لنادي أو لجمعية أو حتى لا هيك شيء له علاقة بمعهد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيد وبيتدعمك بقوة فممكن تعزز من سمعتك خلال الفترة هاي وتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أو يكون في عمل مشترك ما بينكم أما بالنسبة للبيت 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الصداقة فبيحملك تلاقي أو زيارة أو اهتمام ببعض الأصدقاء أو تواصل معهم ممكن أن تقوم بزيارتهم أو هم يقوموا بزيارتك وفي منك رح يكون له بعض الاهتمامات على مستوى أمور لا إلها علاقة بدعوة أو حضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة للبيت المتاعب فالأجواء روتينية يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني وفي منك رح يكون له بعض الاهتمامات بمسائل صحية بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة برج العقرب طبعا القمر تحرك الآن من مقابلكم مباشرة دخل على البيت الثامن فعشان يعني شوية نفسية اليوم بتكون أحسن بتكون مشحونة بطاقة برضو عندك قدرة على التواصل والاتصالات والحوارات بالفترة هاي وإنجاز كثير من المهام بتحس إنه في طاقة يعني بتساعدك أو يعني بتجيك من لحظة للحظة ولكن أهم شي إنك تدير بالك من الانفعلات والعصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها يعني شيئا ما جيدة على المستوى المالي فممكن تهتم ببعض المسائل المالية ممكن تحقق بعض الأشياء الإيجابية اللي تدعمك ممكن إنجازات أو اهتمامات بحسابات أو دفعات أو أشياء إلها علاقة بتحصيل بعض الأموال اللي بتعود لك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا تعطيك عصبية وحدية يعني ممكن تخطأ أثناء تنقلاتك أو حواراتك أو نقاشاتك بالفترة هاي بدك تركز بشكل جيد إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بالفترة هاي بدك يتركز وما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا روتيني يعني بتتعامل بشكل روتيني صحيح أنه في ساعات المساء ممكن تظهر مسألة سلبية أو حدية أو نوع من أنواع الجدال أو النقاش في مسألة معينة أو تهتم بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي متقلبي خلال هذا اليوم أهم شنك تحذر لكلام الجارح والناقد أو التدخل في شؤون أحبة فممكن اليوم تتدخل في مسألة العلاقة بالحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين فشوي النتيجة تكون فيها نوع من أنواع العصبية أو الحدية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل شوي يعني بدها تركيز فممكن تنشط بكثير من المسائل وتنجز كثير من الأعمال ولكن بدك تنتبه أنه إلها عواقب على المستوى الصحي ما تهمل صحتك وما تجازف بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة ببيت الشراكي فبتعمل تقارب جيد واتفاق ما بينك وبين الشريك بالفترة هاي فممكن تتلاقوا على مسألة معينة أو تدعمك الأمور بمسألة بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثامن فادخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح بالكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك ممكن تتحسن الأجواء وتحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا متقلب فعشان هيك فيه أشخاص يعني ممكن يستاؤوا من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت التاسع فيه ناس رح يستفيدوا بشكل قوي على مستوى البيت التاسع في منك رح يكون عنده حدية وعصبية أثناء اتصالاته مع أشخاص خارج البلاد أو يدخل فيه شؤونهم ممكن يستاء من خبر بيجي من خارج البلاد أو يتعصب بسبب تأخير أو ما يكون عنده قدرة على الاستيعاب أو القراءة أو حتى الحوار في بعض المسائل اللي هي النقاشية زي فلسفة ودين وأشياء من هذا القبيل ولكن في جزء العطارد بيدعمهم بقوة على مستوى اتصالاتهم ورغبتهم بالتنقل أو بالاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها إيجابية اليوم على مستوى بيت السمعة فبتعزز سمعتك بشكل قوي بتدافع عن سمعتك وبرضو في نفس اللحظة تنشط بأمور العلاقة بالعمل المشترك فممكن تنجزوا بعض الأشياء الضرورية والمهمة خلال اليوم وممكن يكون لكم الاهتمامات أو إنجاز بعض الأعمال أثناء تعاملكم مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني فطريقة تعاملكم مع أصدقائكم بتكون بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية على حسب طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا يعني بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال ولكن بتشعر بالإرهاق والتعب في بعض الأوقات حاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة وتراقب غذائك وبرضو في نفس اللحظة ممكن يكون لك اهتمام بصحة أحد الأحبة برج القوس طبعا القمر مقابلكم مباشرة فعشان هيك بكون فيش عندكم طاقة كثيرة خلال هذا اليوم أو نوع من أنواع الإحباط أو التقلب بالمزاج أو مشحونين بطاقة الملل يعني أو عدم الرغبة على الحركة أو الإنجازات يعني فيه طاقة ضعيفة صحيح أنه بتعزز أمور إلها علاقة بالشراكة بتدعمك في بعض المسائل ولكن الغالب عليك اليوم في كثير من المسائل أنك أنت بتكون روتيني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي يعني ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي شوية تكون مربكة أو مصاريف أو دفعات أو اهتمامات أو جدول لبعض الحسابات أو قلق من بعض المسائل المالية أو تشتكي من ضعف الحال أو قلة المردود المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات ولكن مش بالقوة الهائلة ولكن أنه برضو بتحقق فيها إنجازات جيدة عندك سرعة بديها وقدرة على الإقناع والتواصل أهم شيء أنك تكون دبلوماسي أثناء الحديث أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت جيدة بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تنجز بعض الأعمال أو الأشياء المشتركة ممكن يصير تقارب عائلي ولكن في ساعات المساء ممكن تظهر مسألة تحتد أو تعصب فيها أو يصير خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو تنشغل بمسألة إلها علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي اليوم أحسن في تقارب جيد ما بينك وبين الأحبة في إنسجام معين ممكن تتصلح بعض المسائل أو تجد حلول لبعض المسائل اللي كانت معقدة بالفترة الماضية وهذا بدعمك على مستوى أحبة أو أبناء ووالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو روتينية على مستوى العمل يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني وإلك اهتمامك بالوضع الصحي أو الشؤون الصحية بشكل روتيني برضو أما بالنسبة للبيت السابع فبوسع كل يوم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي هاي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسئوليات أهمش إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج التطورات بموضوعية وأعصاب بردي ما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتدعمك على بعض المسائل اللي إلها علاقة يعني عطارت بشجعك على إنجاز كثير من المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن يعطيك تلميحات لأبواب ممكن تكون مساعدة لإلك إما لقروض أو لدعم معين أو لحل بعض المسائل المربكة ممكن تهتم ببعض المسائل القانونية أو الأوراق القانونية اللي بتحاول تنجزها بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء اليوم تحمل نوع من أنواع الضغطات على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو بتكون قلق على أحد الأشخاص خارج البلاد ممكن تستأمن مسألة معينة أو تتوتر على مسألة إلها علاقة بمشتريات أو بتسوق أو بأشياء إلها علاقة بالأوراق القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال بشكل مشترك أو بطريقة مشتركة وهي بتدعمك بقوة وخصوصا مع أحد معارفك أو علاقاتك أو حتى أحد زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فتعاملك روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن في ساعات الظاهرة هيك يتوجه لك دعوة أو لقاء أو اتصال مع أحد الأصدقاء أما بالنسبة للبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعمل تقارب ما بينك وبين أشخاص يعني من العائلة أو أحباء لا إلك ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية خلال فترة هاي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية الإيجابية أو تطلع نتيجة لفحص يعني أو يعني تكون لصالحك أهم إش أنك ما تتوهم الأمراض برج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم يعني متقلب على المستوى النفسي وصحيحه في نوع من أنواع الإيجابية ولكن أنه برضو التقلب هذا موجود يعني بتشعر برضو بنوع من أنواع التردد بنوع من أنواع الأفكار اللي ممكن توارد لذهنك اللي تكون مش صحيحة ولكن بتعيش بأجواء تشاؤمية زيادة عن اللزوم بالفترة هاي حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تقدر تنجز كثير من الأشياء اللي بتكون يعني بحاجلة جهدك الفكري والنفسية الجيدة وتكون مشحون بطاقة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية على المستوى المالي فممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية أو الاهتمام بمصاريف أو دفعات بالفترة هاي ولكن برضو بتحمل نوع من أنواع القلق أهم شيء أنك تركز وتحافظ على أموالك وما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث ممكن تنشط ببعض الاتصالات أو الحوارات أو التنقلات خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه أثناء تنقلاتك ممكن يصير عطل عندك بسيارة أو بهاتف وبرضو بالمقابل بدك تركز أثناء الاتصالات أو الحوارات ما تكون عصبي أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع إيجابية ممكن أن تسوي نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو تنسجم معهم في مسألة معينة صحيح الأجواء فيها نوع من أنواع الإنفعال أو القلق على مسألة بتتعلق بالبيت أو بأحد أفراد العائلة أو مسائل إلها علاقة بمشتريات أو أعطال منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الاستياء من إهمال أو تقصير الحبيب بالفترة هاي ممكن شوي الأوضاع العاطفية عندك متقلب بالفترة هاي بحساسية زيادة عن اللزوم ممكن حتى بأثناء تعاملك مع أحد الأحباء أو مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم بتقدروا تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق انتبهوا لصحتكم حاذر من التراجع الصحي ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيم وأحسن إدارة عملك اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة فممكن اليوم تجد بعض المخارج أو بعض الحلول أو بعض الأشياء اللي تخليك يعني تهتم أو تحسن العلاقة ما بينك وبين الشريك ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو التواصل أو المرافقة في مسألة معينة ولكن بدك تحذر من الخلافات أو تستائل أمور أو تزيد الأمور سوء من النقاشات والأشياء القديمة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة وعلى مستوى الدعم أو قروض أو سداد لبعض المسائل البنكية أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأشياء بتتعلق بميراث أو بنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات في نوع من أنواع التشاؤم ممكن تتشاؤم من قضية أو سير عمل قضية معينة ممكن تهتم ببعض المسائل النقاشية والحوارية اليوم أو تطلع على بعض المسائل اللي شوي ممكن تزعجك ممكن تحمل برضو قلق على أحد الأشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة وعلى مستوى الأعمال المشتركة وعلى مستوى علاقاتك فممكن تستغل أحد العلاقات في واسطة معينة لحل مسألة معينة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى مسائل إلا علاقة بإنجاز أعمال أو اهتمام بمكان العمل أو التقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء جيد وبيدعمك بقوة وبيعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأصدقاء فممكن اليوم تحمل لك إما لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو الخروج لرفقة صديق أو تفقده أو الإطمئنان عليه أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك ما تراكم الأعمال عندك وبرضو ما تقصر بإنجاز أعمالك وفي بعض كورة يهتم ببعض الشؤون الصحية أو الاهتمامات الصحية اللي شوي ممكن تكون مربكة بتتعلق فيه أو فيه أحد الأحبة برج الدلو طبعا اليوم أنت مشحون بطاقة كبيرة عندك سرعة بديهة عالية وبرضو عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم الطاقة إيجابية وقوية جدا فاستغل الفترة هاي وما تتكاسل عما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني ما زالت على مستوى الأمور المالية فيها نوع من أنواع يعني ممكن تحصل بعض المكاسب المالية ولكن هاي قلة لما وليد برج الدلو يعني المكاسب هاي دائما بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات ولكن الأغلب بعرف ينظم شؤونه المالية بشكل جيد أهمش أنك تقلل من المصاريف وبرضو يعني بتحمل نوع من أنواع الضغط في بعض الأوقات أو المطالبات المالية اللي شوي بتكون مربكة هاي الفترة ولكن إجمالا عندك قدرة على سيطرة عليها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات عندك نشاط عالي جدا بتفكر بخروجة أو نزهة أو تغيير جو أو انطلاقة أو بالاندماج بالمجتمع بتكثر عندك الاتصالات بشكل كبير بالفترة هاي وبرضو تواصلك وقدرة تواصلك مع الأشخاص والإقناع بتكون عندك برضو عالية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا يعني منقدر نحكي فيها بهيك يعني شوي خليها روتينية بدناش نقول فيها سلبية لأنه عندك قدرة على أنك تحول المسألة لسلبية وعندك قدرة أنك تعالجها فخليها روتينية أفضل في طريق التعاملك مع أفراد العائلة والأبناء والأمور اللي إلها علاقة بالبناء أو بالعقار أو بالاهتمامات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا تصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر هاي الفترة لقاءات طارئة مع الإخوة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء الروتينية ممكن اليوم تفكر أنك تأخذ جزء من الراحة أو أنك ترتاح من بعض الضغوطات اللي كانت مرهقيتك بالفترة الماضية ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل اللي بتطلب الاهتمام ولكن أنت يعني أي شخص إما مل من هاي التقلبات أو بشعر بضغط من هاي التقلبات عطارد بيدعمك بقوة ممكن يعزز قدرتك على أشياء إلها علاقة بالعمل أو مجال للعمل أما بالنسبة للوضع الصحي بابدك تحذر من بعض التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة شوي فيها نوع من أنواع الضغط بتسبب لك توتر ما بينك وبين الشريك أو بين الأزواج إما مشاحنة أو ضغط أو استياء من تقدير الشريك أو حدية من نقاش معين أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة يعني بتدعمك على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمعاملات أو إلها علاقة بالقروض بالديون بالبنوك بالضريبة بالتأمين بأوراق قانونية بمستردات أو بمطالبة بحقوق لا إلك أما بالنسبة للبيت التاسع فمزالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر بتسبب لك نوع من أنواع التقلبات في المزاج أو التهرب من تواصل مع شخص غارج البلاد ممكن شوي تقلق على مسألة تجارية أو نقاشية أو حوارية إلها علاقة بالفلسفة أو الدين أو السياسي ما تتزمت برأيك وما تعصب أثناء النقاشات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل المشترك أو تواصلك أو اهتماماتك ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو تطوير عمل مثلا أو مشروع جديد وفي منك رح يدخل بأشياء إلها علاقة تتعلق بزميل أو برئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر فعشان هيك يعني ممكن تستاء من تصرف صديق أو تحزن أو تحاول أنك تساعد بمسألة معينة أو تطلب مساعدة من صديق لمساعدتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فعشان هيك ما ترهق حالك كثير انتبه لراحتك انتبه لصحتك انتبه لغذائك ممكن الفترة هاي تراكم بعض الأعمال أو تقلق بشأن عمل معين وفي منك رح يقلق على صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعاً على المستوى الشخصي اليوم الأجواء متقلبة شوي بتحس إنه في عندك نوع من أنواع الإحباطات أو الكسل أو الوسوسة أو الشكوك بالفترة هاي بتتعزز عندك بدك تدير بالك ما تشك وما تتوسوس وما برضو ما تخلي الأفكار السودة تسيطر عليك بالفترة هاي اشحن حالك بطاقة إيجابية وتجاوز الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى المالي ففي منك رح يحصل بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل حاول أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريباً باتصالاتك وحواراتك بتكون روتينية ولكن في لحظات ممكن تظهر اتصالات مفاجئة أو التنقلات مفاجئة أو زيارات مفاجئة أو تدخل بنقاشات مفاجئة يعني بدك تنتبه من المفاجئات وردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعاً الأجواء جيدة فبتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت أو العائلة أهم إش أنك ما تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما أنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي وقدرة على تعزيز العلاقة العاطفية أو سرعة بديها لتجاوز بعض المصاعب أو بعض الضغوطات اللي بتتعلق بالوضع اللي تعاملك مع الأحبة ولكن من جهة أخرى الشمس لسة سلبية فبتعطي ضغوطات بتضغطك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالقلق أو الوسوسة أو الاهتمام بشأن أحد الأبناء أو أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل صحيح أنه ممكن يكون في منها مربك ممكن يكون في ضغط في ممكن يكون الالتزامات ولكن الأهم من العمل هو الصحة اللي شوي ممكن تظهر ببعض المسائل الصحية أو القلق على صحتك أو على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل أنت والشريك اليوم على حسب طبيعتك بدون أي زيادات إذا كان طبيعتكم منسجمة فالأجواء جيدة إذا كان طبيعتكم فيها خلافات وحدية فالفترة هاي عصيبة شوي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه بتحمل بعض الاهتمامات بالمسائل المالية المشتركة ممكن تهتم ببعض المطالبات أو التحصيلات أو الدفع أو الالتزامات أو جدولت بعض الأمور المالية عندك في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو معاملات قانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الضغط أو القلق على صحة أحد الأشخاص خارج البلاد أو التواصل معه وتقلق عليه أو تستاء من تصرف معين أو تفتح نقاش أنت بتعلق بشخص خارج البلاد في منكم ممكن يتعطلوا مسألة إلها علاقة بمشتريات من الخارج أو أمور إلها علاقة بالاستراد والتصدير أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة فبتقدر تدافع وتعزز سمعتك اليوم بشكل قوي وبرضه ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل أو التعاون أو مرافقة أحد الزملاء أو رؤساك بالعمل في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء يعني شوي متقلبة على مستوى بيت الأصدقاء فشوي ممكن تشعر ببعض الاستياء أو الحدية من بعض الأصدقاء أو من صديق بحاول يتطفل أو يتدخل بشؤونك أو يفرض حاله على حياتك حاول قدر الإمكان أنك ما تكون فض بطريقة التعامل معه ولكن تقدر تحط له الحد المناسب ممكن تستغل بعض الأشخاص أو الناس اللي بتعرفهم لم يساعدتك في مسألة معينة أو لدعمك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فعشان هيك ما فيه أي قلق على عملك تقدر تنجز عملك بالكامل بالوقت المناسب وبرضه بكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي بتكون جيدة ممكن الفترة هيتحمل لك بعض الزيارات أو الاهتمامات الصحية لشخص بعز عليك أو قريب لإلك أو حبيب لإلك وممكن تبادل زيارات تكون على هذا المستوى هيك ما نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء